مرحبا بكم معنا في فيديو جيد على قناة الدعم المدرسي بحول هذا الفيديو سيكون مخصص لصفحة 19 من مراجعة جديدة في الرياضيات والذي كانت ندرجة من الدرس للقياس الأطوار والكوتل والمساحة وهو الدرس التعليج بين المستوى السادس هنحن نقدمه تصحيح لهذه التمرين مع الشرح لا تتساوش ابنى فعل الجرس باش توصلوا بجديد وخليوا معكم جيد من هذا الفيديو أو شيء تعريق في الأسفل اذا ادنى فد التمرين احمد ارضه الفلاحية البالغة مساحتها خمسة هكتار وستة ار وخمسة وتمانونة سنتيار يعني هذه المساحة الاجمالية للأرض في خمسة هكتار ستة ار وخمسة وتمانين سنتيار فإن يريد الشخص له احمد ان يبيع ارضه فتوصلها بعروض ثلاثة انهية امام يعني تلجت الناس بغير يشتري من عنده الارض وفق تلجت العروض مختلفين عرض الاول ان الشخص اللي بغير يشتري الارض اقترح عليه الفين درهم مقابل كل سنتيار يعني السنتيار واحد ب الفين درهم الشخص الثاني او العرض الثاني يعطينا الثامن لكل ينيات الشخص اعطاه في الارض كاملة تمانية وتسعين مليون وسبعمية الف درهم تمانا للارضي كلية بينما الشخص الثالث انه هو العرض الثالث اعطاه مية وتسعين الف درهم مقابل ار واحد طبعا مننا نحدوش كنا هو احسن عرض باش نساعده احمد انه يختار لما نغادي بيع الارضيان واش لصاحب العرض الاول الثاني ام الثالث واش نقدر نقارنون واشوف ما الشخص نعرف هاتمينه سوف نشربها كل واحد فالثاني έدنا تغيير ولكن الاول عدنا ال8 السنتيار واحد لقد نحصل نحوانا نحوانا sliding الصوا Parma ستةة وثانيرا احيلو بها سنتيار perchان الشخص الثالث فال depending who g نحواناYo اذا نسأل Alternatively ار onu' اريد اللي هو في 1000 درهم سنتيام 10 ار واحد كاملة نحدو مساحات الارض كاملة بالسنتيار. اذا نحتاج جدول لتحويل هذه المساحات. باش نحول هذه الى اي وحدة بغينا. هنوضع خمسة هكتار انا في الخانة. ستة ار فات الخانة. وخمسة وثمانين سنتيار فات الخانتين. قطنات خانة فارغة ندير فيها الصيفر اذا احنا وضع العدد دينا كامل. الى بغينا الان بنسبة الشخص الاول غن ناخده السنتيار اللي هي اذا ناخده العدد كامل اللي هو خمسين الف وستمية وخمسة ووثمانين. هذه مساحة الارض بسنتيارية خمسين الف وستمية وخمسة وتمانين سنتيار لد. هذه المساحة الارض لنضرب او المساحة ة الآن في الثامن. لدأ لكل سنتيار واحد وidyتعرفوه التممان آل عمل عمل. اذا نضر الدرب خمسين الف وسيسمية وستميةقي وتمانين مع الفين درهم. هذه هي العملية لدير الدرب这样 ف���تها تكون. عادنا سفر في خمسة ثمانية عادة كاملين سافر ايضا هنا سفر ثاني يعطينا سطر ثاني في سفر سفر ثالث يعطينا سطر ثالث سفر هنضيل هنا يعني بحلقة نضيل نقطة اولا ما كان فارغ وهدي نضربه خمسة عشرة تفضوا بواحد جوج في تمانية ستاعش واحد سبعة 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 عشرة تفضوا بواحد جوج في سفر واحد الاحتفاظ دي هو واحد وجوج في خمسة هي عشرة وهدي نضربه المجموع ديالنا. اذا فالتمن اللي الشخص الاول هو مئة وواحد مليون وتلاتمئة وسبعون الف درهم لذي تمال ارض كاملة. العرض الثاني اعطينا هم التامنة غد يشتري به الشخص لي وتمئة وتسعين مليون سبعمائة الف درهم. فكلا لحظوا ان هذا العرض هذا قل من هذا العرض يعني حتى الان العرض الاول هو اللي حسن. نشوف العرض الثالث اللي بغي يشتري المئة للارض للمئة وتسعين الف درهم الواحد. اذا نغل ناخده هذه المساحة ونحول وهذا الار اللي هو هذا هنا. اذا ستكون هي خمسمائة وستة فاصل خمسة وجمالين. هي مساحة الارض بالار. غادي نضربوها في جمال اللي بغي يعطيها الشخص لي مئة وتسعين الف درهم. نفس طريقة هذه العملية ديالنا وخاة كبيرة شوية العملية لاننا عدنا ثلاثة الاصفار كان ممكن نحيضوها ونضربوها في مئة وتسعين. وفالاخر هم احنا هدي تزايدو هنا يا. اذا بالنسبة للشخص الثالث فهو بغي يشتري الارض مئة مليون وتوني مئة وستين الف ومئة وخمسين درهم. هدو هو التامل اللي بغي يشتري به هات الشخص هذا. فهنا عدنا هنت عدنا الفاصلة برقمين. هنا خلصنا تكون فاصلة هنا حتى التمنية. اذا نغل نزلوها برقمين. اذا انا نقارن ما بين هذا عروض ثلاثة. يكون لي احسن هذا تمية وتسعين مليون. هذا مئة مليون. هذا مئة واحد مليون. اذا فالعرض الاحسن هو العرض الاول اللي بغي يشتري الارض ب الفين درهم لسين تجار واحد. اذا فعلى احمد ان يختار هذا الارض. او انه سيختار هذا الارض لانه هو الافضل بالنسبة لي. مرر التمرين الثاني تنقل الشاحن لنقل البضائي. عربعة وعشرون صندوقا. عربعة وعشرون صندوقا. من البطاطا وسبعة وثلاثون صندوقا من الطماطين. اذا نعندي البعوشين صندوقا للبطاطا او البطاطس. وسبعة وثلاثين صندوق من الطماطين في شاحنة. يزين كل صندوق من البطاطس او البطاطا ثلاثين فاصلة خمسة كيلو. يعني ثلاثين كيلونس في كل صندوق. وبينما كل صندوق من الطماطين في تمنتاش فاصلة خمسة كيلو. بغي نعرفوش شاحنة شحل حمول ديها كاملة. يعني شحل هزا من كيلو. هنا عندنا الوزن او الكتلة دي لكون صندوق نعد من العدد الصناديق دي لعملية للضرب فبالنسبة لكتلة الصناديق دي لالبطاطا هنضرب عدد على عدد صناديق البطاطا اللي هو ربعة وشرين في كتلة صندوق واحد نوة ثلاثين فاصلة خمسة اللي هي هذه. اذا العملية الضربة تكون بالشكل. انا عندي رقم واحد من الفاصيلة ستكون فاصلة هنا. اذا نغنزل الفاصلة وندي لها هنا. برقم واحد هنا هتكون كتلة آآ صندوق من الصناديق البطاطا كاملين هي سبعمية واثين وثلاثين كيلو جرام. اذا انزل حتى ارضا الكمة هنا silver. او في كتلة صندوق واحد هي 684.5 كيلو. إذن عندي كتلة صناديق الطماطم وكتلة صناديق البطاطا أو البطاطيس. لو بغيت كتلة الحمولة يعني حالها زاد شاحنة سنجمعها بجوج. إذن حمولة الشاحنة من البطاطا والطماطم هي 614.5 زائد 732.0 أو بلا ما نقرأ فاصلة 0. إذن هي 1416.5 كيلو جرام. إذن كتلة أو حمولة الشاحنة من البطاطا والطماطم هي 1416.5 كيلو جرام. مرور الثمانية ثلاثة. آآ شكرا لك الله دوشاك في كور اني هاد السؤال لهذا اولاد داخل الغرف الثمانية اللي قبل لانا العرض اللي سيختاره احمد. هنا بعض الاشكال هي اشكال غير عتلية ديها. ثم نحسب المساحة ديها لو كمساحة فقط بهذا المربع اللي هو ان يتتغيني بحلية وحدة القياس ان يشحل فيها من مربع. بدوب الولى عندنا واحد جوج ثلاثة اربعة خمسة ستا عدو ستا كاملين. وعندي هنا نص. كنشوف هادو اللي هنا يدب هذا. غدي يكمل لي هذا واعطوني واحد. كذلك هادا غدي يكمل هادا واعطيني واحد اذا هادا بجوج يعطوني واحد. وهذا بجوج واحد زائد ستا هي تمانية. وعندي هذا النص اذا هي تمانية فاصلة خمسة من هاد المربعين. هاد مربعات انص. الشكل الثاني عدنا هنا واحد جوج ثلاثة اربعة. هادو كاملين. عندي هنا يا تشكل. عندي هنا تشكل تبيب ان هادا يكمل لي هادا. غيرطيني جوج المربعات هنا ايه ستا. بقوا لي هادو هنا. فهذا الصغير غدي يكمل لي هادا. وبالنسبة لهذا اللي يبقى عندي هنا ارى هو نص دي المربع لان هاد القطعة الصغيرة قد هات القطعة الصغيرة وهذه اللي خاوية قد هاته اللي عامر. اذن هادرها نص مربع. اذن عندي اقلنا ربعة زائد. هنا جوج يستا وهذا الواحد اللي يكملنا بصغيرية سبعة اونس. شكل الاخر. عندي هنا مربع واحد لي كامل. واخرين ما كاملين عندي هادا. غدي نكمل بهذا. انا اكمل جوج. ادنا ايضا هاد الشكل هذا اللي هنا. غدي يكمل لي هادا. هي ثلاثة. وهذه الشكل هنكمل بهذا الصغير اللي هي. اربعة دي المربعات. واربعة من هاد اللي ينتي داير اللي عندي في شكل مربع. عندي قطعة طويلة ما عرفش حل فيها. عندي من الخضراء الخضراءية تمانية فاصلة جوج كيلومتر. عندي خمسة فاصلة ستة كيلومتر. وعندي تسعود فاصلة واحد كيلومتر. اذن عندي فيها خمسة فاصلة ستة. اولا عفوا هاد الولى. عندي من احت الاف تمانية فاصلة جوج. عندي من اف حتى البي. هنا بغيت نحسب ا بي. يعني بغيت نحسب هذا. زائد هذا وكن هذا ما عندي شيء تنخص نقلب على هذا. سنلقى هذا ما عندي باش نقدر نجمعه هذا كانت تكون سهلة. شنو غد ندير اول حاجة? هنحسبوه ا بي. نحسبو القطعة كاملة ا بي. ا بي. هندير فيها هي هاد الخضر زائد هذا اللي عندي هنا. هي تمانية فاصلة جوج هي تسعود فاصلة واحد. اذا فيها سبعتاش فاصلة ثلاثة كيلو متر. اذا حسبت ا ا بي. لبغيت انا من ا لب اذا نحيد منه هاد شي ا ا ا. اشنلقى ا ا ا بي. انا بغيت هذا اللي خاوينا. انا نقسم منه هاد القوس اذا. اذا هي سبعتعة فاصلة ثلاثة اي ا بي ناقس ا ا ا. اذا هي سبعتاش فاصلة ثلاثة ناقص خمسة فاصلة ستة. اذا هي احداش فاصلة سبعة كيلو متر. ممكن لا يخرج لي هنا. غلقت اي احد عشر فاصيلة سبعة. الاخير. نرتبط بترتيب تزايد. صغير الكبير. عندي واحدات مختلفة. عندي تمانية الاف جرام تمانية طون تمانية تمانمائة كيلو جرام تمانمائة هيكتو جرام. باش نقدر نقارن خاصة ندير واحدة واحدة. فانا انا اختارت ندير. هنالكيلو جرام. ممكن ممكن ادير القرام وممكن اي واحدة بغيتي. عندي واحدة كلهم بكم الون اهم هادي سنحولها ووخرين ثلاثةين سنحولوا دنيا سختار واحدة وخرين ثلاثة ستيش تحولهم.konتمان بالنمائة الاف هو تمانية كيلو. تمانية طون هي تمانية الاف كيلو جرام. تمانمائة هيكتو جرام هي ثمانية كيلو جرام. وبطبيعة الف يناك تبقى بقتنا تمانمائة كيلو جرام. الآن بغي نرتبهم اتبعها هادية الرابعة لانهي الكبيرة. هادية التالتة وهادية التانية. اذا هادية الصغيرة تابعها هادية تابعها هادية تابعها هادية نغامشيه اخواصم صغير كبير. منها مغربة لا نكتب اذا اللي حولت انها هي تمانية كيلو. هاتبيعة تمانية كيلو جرام. اختبعها تمانية ميت كيلو. الكبيرة هي تمانية طن. اظن تمانيةلاف علام اصغر من تمان ومئة Rototy. اصغر من تمان ومئة كيلو جرام. اصغر من ثمانية طن. او ثماني اطنان. ما هي ساولنا وفلاشين في اعلى الجريس. لك تعطي الدعم المدرسي اللي دوما راح تكون في خدمة دي لكم بحول الله.